بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان أخبار جديدة وكواليس جديدة هتسمعوها معنا النهاردة في الأشباب هنبتديها مع منتخبنا الوطني لكرة القدم اللي هيلعب دلوقتي حالاً مع منتخب ليبريا في مباراة تجربية وتحضيرية مع مستر فيتوريا اللي بنتمني له كل التوفيق دي المباراة التانية المباراة السابقة لمنتخب مصر كانت أمام منتخب النيجر فاز فيها منتخب مصر على النيجر بثلاثة أهداف محمد صلاح أحرز هدفين مصطفى محمد أحرز هدف النهاردة مباراة تانية لمنتخب مصر في التوقف الدولي والأجندة الدولية كل التوفيق لمنتخبنا الوطني لكن الشيء اللي لفت نظري في المباراة السابقة وأيضا في المباراة اليوم أمام ليبريا اللي هتبتدي أو ممكن تكون ابتدت حالا هو التواجد الجماهيري في المدرك لما بنتكلم عن منتخب مصر يعني بنتكلم عن شعبية منتخب مصر في كل الأندية يعني جماهير كل مصر تلتف حول المنتخب لما أشوف عدد الجماهير في المباراة السابقة أمام النيجر ده مؤشر مبشر بالمناسبة لما بنكلم في السابق عن منتخب مصر سواء مع الكابتن حسن شحاتة أو مع الكابتن محمود الجهري كنا بنشوف التفاف جماهيري وظاهير جماهيري كبير كانت الناس بتكون عرفة مباريات المنتخب إمتى الساعة كام بتلاقي كل الناس مستعدة لمنتخب مصر طب إيه سبب التراجع ده وهبدأ أكلم مع حضراتكم وهي لسه احنا بنتكلم مع فيتوريا لسه في أول خطواته مع منتخب مصر لكن النهاردة لما يكون مباراة في استاد اسكندرية والنهاردة الأعداد مفتوحة ويكون والناس متعطشة لحضور المباريات خاصة في مباراة الدور الممتاز كنا بتشوف خمس تلاف متفرج بس هو المتواجد لكن مع منتخب مصر والأعداد قليلة النهاردة ممكن نفند مع بعض الأسباب أول سبب لما تكون الأجندة الدولية ونكون بنلعب معها منتخبات ضعيفة منتخبات قليلة مع احترامنا منتخب النيجر ومنتخب ليبيريا دي مش من المنتخبات القوية مش من المنتخبات المصنفة آه مستر فيتوريا لسه أولى تجاربه عايز ياخد ثقة مع منتخب مصر لسه أولى مباراته التحضيرية عايز يبدأ يتعرف على اللعيبة لكن النهاردة لو احنا بنتكلم عن أول تجارب لازم نبدأ نحط في الحسبان مباريات قوية لمنتخب مصر بغض النظر عن النتيجة يعني أنا مش مهم بالنسبة لي النتيجة على قد النهاردة إن أنا أقدر أقيم اللعيبة لازم أبدأ أقف على مستوى اللعيبة اللي أنا بضمها سواء لعيبة جديدة أو لعيبة سابقة معايا النهاردة لما تيجي تشوف الأجندة الدولية حالا وإحنا النهاردة تونس هتلاقيها بتلعب البرازيل في الريتين موجودين في كاس العالم لما تلاقي النهاردة الجزائر هتلاعب نيجيريا المغرب هتلاعب براجوي أمريكا هتلاعب السعودية كلها مباريات من العيار الثقيل دي المباريات اللي تلاقي حواليها التفاف جمهور أو التفاف جماهيري دي المباريات اللي أنت النهاردة لو بتلاعب منتخب البرازيل أو بتلاعب منتخب نيجيريا أو بتلاعب منتخب السنغال أو بتلاعب المغرب أو الجزائر تلاقي عندك الاستاذ مقفول من الجماهير والحمد لله إحنا دلوقتي مع الموسم الجديد أعداد الجماهير بتزيد ومع منتخب مصر الأمور متيسرة على الآخر ما فيهاش أعداد علشان كده بناشد من هنا الجهاز الفني وفي توريا المدير الفني منتخب مصر الأجندة اللي جاية لازم يكون فيها مباريات قوية ومنتخبات قوية علشان نلاقي حضور جماهير كبير المنتخب مصر اللي بنتمنى له كل التوفيق الحاجة التانية ودي حسها الجمهور في الشارع الرياضي العدالة العدالة اللي هي غايبة شوية عن الرياضة أو غايبة بقالها فترة أو مسمين على الأل في الرياضة المصرية العدالة النهاردة لما تلاقي عدالة في الرياضة المصرية بتلاقي التفاف جماهيري حول المنتخب مصر مع أن ده مش صح مش صح النهاردة أن الجماهير بتعمل الند بالند لا ده منتخب مصر فوق لندية منتخب مصر فوق الجميع وشفنا النادي الأهلي لما كان مصلحة منتخب مصر قبل مصلحة النادي الأهلي لما شفنا النادي الأهلي بيسيب لعبته في أهم البطولات كأس العالم لندية البطولة اللي كان بيحضر لها النادي الأهلي من قبل بيشتري لعيبة جهاز فني علشان يقدر يحصد مركز أفضل من مركز التالت وجات مصلحة منتخب مصر النادل أهلي فضل مصلحة منتخب مصر عشان كده أنا بقول للجمهور منتخب مصر هو الأول